بؤرة جديدة للصراع القديم المتجدد بين قوى الشرق والغرب تمثلت هذه المرة في أوكرانيا تلك الدولة الأوروبية التي قدر لها أن تكون ساحة لهذه الجولة من الصراع لوقوعها على الحدود الروسية لتكون بمثابة الحد الفاصل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الحلف الذي اجتمع وزراء خارجية دوله مؤخراً في لادفيا حذر موسكو من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا تدخلت عسكرياً في أوكرانيا بعد أنباء عن حشد الجيش الروسي أكثر من مئة ألف جندي من قواته على الحدود الأوكرانية ما دفع كييف إلى دعوة حلفائها الأوروبيين إلى الإسراع في التحرك لمواجهة الحشود العسكرية الروسية محذرة من أن روسيا قد تشن هجومها في أي لحظة في المقابل فإن روسيا حذرت بدورها من تبعات الوجود العسكري للناتو على حدودها مشددة على أن توسيع البنية التحتية للحلف في أوكرانيا يعد خطاً أحمر بالنسبة لها وأن تحركات كييف والحلف قرب الحدود الروسية تمثل تهديداً لأمن روسيا القومي وسترد عليه عند الضرورة ويعود تدهور العلاقات بين روسيا وحلف الأطلسي إلى عام 2014 بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم التي كانت جزءاً من أوكرانيا بينما تتهم روسيا الناتو بمحاولة تطويقها عسكرية بعد نشر الدرع الصاروخية الأمريكية شرقي أوروبا في بولندا ورومانيا وأيضاً نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في اليابان وتوسيع البنية التحتية للحلف في دول البلطيق وبلغاريا وبحسب محللين فإن الأزمة الحالية تمثل حلقة من حلقات صراع النفوذ بين المعسكرين الشرقي ممثلاً في روسيا والصين والغربي ممثلاً في حلف الناتو الذي يضم دولاً أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا كما أن أزمة المهاجرين على الحدود البلاروسية البولندية تعد حلقة أخرى من الصراع ذاته